أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه النشرة الخاصة بنسبة ملء السدود في المغرب الموافق اليوم الثلاثة تلاتون من شهر أبريل الفين واربعة وعشرون فقبل الأخذ بالتفاصيل أخوانا الكرام لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات وشكرا لكم والآن إلى التفاصيل وقد بلغت النسبة الإجمالية 5 مليار 252 مليون متر مكعب فاصلة واحد وستون والنسبة المئوية بلغت 32.58 أي بناقص مقارنة بالأمس 0.04 وبالنسبة لحوض اللوكوس فالكمية بلغت 1.98 مليون متر مكعب فاصلة سبعة وثلاثون أي بنسبة بلغت 63.80 بزيادة 0.01 مقارنة بالأمس أما بالنسبة لسد دار خروفة فقد بلغ 29.48% وست شريف الإدريسي 100% وست شفشاون 100% وست جميع 15.82% سد محمد بن عبد الكريم الخطاب 23.52% وست دسمير 91.31% وكذلك سد مولاي الحسن بلغ 67.29% وكذلك سد النخلة بلغ 100% وست سيء أبريل 1947 بلغ 25.6% وست أبي ابن بطوطة بلغ 2.9.41% وست كذلك تنجل متواصل 82.81% وست ودء المخازن فقط بلغ 95.23% أما بالنسبة لحوض سبو في الكمية بلغ جوش المليار 237 مليون متر مكعب 81.81% أي بنسبة ملء بلغت 51.09% أي بناء قصير 0.01 مقارنة بالأمس أما بالنسبة لسد ميشلي فقط بلغ سبعة 50.32% وست القنصرة 31.47% وست من عسبوه 70.94% وست الوحدة 95.26% وست أسفال بلغ 41.29% وست بهودة 100% وست السهلة 43.72% أما بالنسبة لسد سيدي الشاهد فقط بلغ 50.50% وست علال الفاسي بلغت 96.65% وست إدريس الأول 27.05% وست بالكذلك باب لوطة بلغة 54.07% أما بالنسبة لنسبة ملء السدود حوض أبي رقراق والكمية بلغت 336 مليون متر مكعب فاصلة 73 والنسبة المئوية فقط بلغت 31.012% أي بزيدة 0.04 مقارنة بالأمس وبالنسبة لسد المالح بلغة 31.14% وست مسنة بلغة 34.7% وست سيدي محمد عبد الله بلغة 31.19% وست الحمار 11.38% بالنسبة إخواني الكرام كذلك اللي حود أم الرابع في الكمية بلغة 336 مليون متر مكعب فاصلة 10 أي بنسبة ملء بلغة 6.78% بنقص 0.06 مقابلة مقارنة بالأمس وست سيدي سعيد معاش وبلغة 59.64% وسد الدوارات 21.9% وست انفوت بلغة 37.88% وسد المسيرة 1.38% سد ايتم سعود 85.37% وسد احمد الحنصالي 6.35% كذلك السد تين فوتين بلغة 69.82% وسد مليوس بلغة 48.52% وسد سيدي دريس 100% وكذلك السد الحسن الأول بلغة 24.09% وسد بالويدان 9% وبالنسبة اخواني كذلك اللي حودتها نسيت فالنسبة المئوية بلغة 55.37% أي بنقص 0.13% بمقارنة بالأمس أي هو الكمية بلغة 100% و25 مليون متر مكعب فاصلة 85% والسد ملي عبد الرحمن بلغة 43.18% سد سيدي محمد بن سلمان بلغة 70.08% والسد ابو العباس السيدي بلغة 77.37% للا تكاركوست بلغة 39.34% وسد ياقوب المنصور 67.72% وبالنسبة كذلك لسوس مسا أو حوض سوس مسا فالنسبة المئوية بلغة 14.27% أي بنقص 0.03% أما بالنسبة للكمية بلغة 104 مليون متر مكعب فاصلة 35.35 يوسف بن تشافين فقد بلغة 12.33% أهل سوس 35.98% إيمان خان 23.65% سد دخيلة 57.98% سد عبد المومن 6.87% ملي عبد الله بلغة 26.28% سد أولوز 21.07% سيد محمد المختار 16.92% بالنسبة كذلك لحوض درعاوة دنون الكمية بلغة 149 مليون متر مكعب فاصلة 45. وبالنسبة المئوية بلغة 20.18% أي بنقص 0.15% مقارنة بالأمس مشاهدنا الكرام والسلطان ملي عبد الشريح بلغة 30.66% منصور دهبي 14.30% بالنسبة كذلك لحوض زيز كريس غريس فقد النسبة المئوية بلغة 27.33% أي بنقص 0.03% والكمية بلغة 85 مليون متر مكعب فاصلة 840 مشاهدنا الكرامة أما بالنسبة كذلك لحوض ملوية في الكمية بلغة 178 مليون متر مكعب فاصلة 48 أي بنسبة بلغة 22.38% أي بنقص 0.10% إخواني كرام مقارنة بالأمس بالنسبة لسد تمالوت بلغة 15.34% سد مشرح مادة 65.93% سد محمد الخامس بلغة 7.21% سد علي وادة بلغة 100% وسد إنجيل بلغة 16.54% وسد الحسن الثاني فقد بلغة 13.05% أما بالنسبة مقارنة بالسنة الماضية هذه السنة كانت تلك النسبة المئوية 32.58% بالنسبة مقارنة بالنسبة المئوية للسنة الماضية مشاهدنا الكرام فقد بلغته 33.04% مقارنة بهذه الفترة إخواني كرام كما تشاهدون هنا 33.04% وبالنسبة لهذه مقارنة بالنفس الفترة إخواني الكرام فتقريبا هناك متقارب شيئا ما إخواني كرام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية يعني ليس فرق كبير إخواني كرام مقارنة بالسنة الماضية مشاهدنا كرام بين الفترة نفسها هذه الفترة وفترة السنة الماضية إخواني كرام الفترة التي كانت من شهر 4.04% وكذلك نفس الفترة سجلت 33.4% إخواني كرام تحية طيب للجميع لا تنسوا دعموا باللايك واشتراك للقناة وشكرا لكم زيزي للشكر